اخبار اليوم مقدم بافرعه المنتشرة بالعديد من محافظات الجمهورية ومضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات التي تلب احتياجات الاسر المصرية من خلال اكثر من 49 مجمعا تجاريا وفرعا منتشرا على مستوى الجمهورية منها 15 مجمعا وفرعا بنطاق القاهرة والجيزة وعشرة منافذ ثابتة بنطاق محافظات الاسكندرية ومطروح والغربية و15 مجمعا ومنفذا للبيع بمحافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقاهلية وشمال سيناء وتسعة افرع بكل من محافظات المينيا واسيوت وسهاج وقنى واسوان والبحر الاحمر ومدن حلايب وابو رماد والتي تقدم المواد التموينية والسلع الغذائية باسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي كما تم تدبير كميات اضافية من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن وتقدمها للمواطنين باسعار تقل بنسبة 30% وذلك باوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة لمحاربة ظاهرة غلاء اللحوم والله هنا الجهاز مميز جدا وماشاء الله أسعاره جميلة جدا من زي أي ماركت برا أسعاره جميلة اللحمة هنا بـ 58 جنيه برا بـ 90 وبأكتر جهاز الخدمات نازل فيه الحاجات بأسعار كويسة وفيه سلع كتير فيها تخفضات جامدة يعني فيه خدمات كتيرة وأسعار مخفضة واللحمة زي ما انتم شايفين تمنها يعني بسعرها معقول جدا ما فيش حاجة هنا إلا بتلاقيه في تناول إيدك والحمد لله الأسعار في تناول الجماعة لا من جهة بيقدموا قدمات بيقدموا قدمات لا شكر السيد رئيس الجمهورية والراجل يشكر وسيد القوات المسلحة برضو تشكر واللي هو ما يعمل المنفذ برضو والكل ويه والحاجة برضو ما يجيبوها ايه يعني مقنوعة مية المية أولا بنشكر الكوات المسلحة وسيد الفريق أول سيد إي صبحي على اللي هو عمله هذا المجود لمواصل الجمهورية في مصر العربية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سيد الرئيس عبد فتاح السيسي ويباركناه في شعب مصر العظيم إن شاء الله وينصل مصر بإذن الرحمن وتحية مصر تحية مصر أشتري دايما من الخوات المسلحة الشلحة ممتازة والسعر ممتاز مقارنة بالأسعار اللي بره وقام الجهاز بفتح ستة عشر منفذ بيع متحركا إضافيا للعمل بالشوارع والميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوت لخدمة أبناء المحافظة ترجمة نانسي قنقر